اشتركوا في القناة منتخب نادي بارادو او منتخب زدشي للتسويق اللاعبين انهزم بالنتيجة والاداة صحيح نتيجة لم تكن ثقيلة هدف لسفر لكن لولا ارضية الميدان ولولا تألق الحارس بالهندي كانت راح تكون النتيجة اثقل واثقل واثقل مقابلة تونس لم اتكلم على مقابلة تونس بسبب ماذا بسبب مقابلة افتتاحية ولا نستطيع ان نرى مستوى المنتخب في مقابلة افتتاحية مع صاحب الضياف منتخب الوطني اليوم بانت الحقيقة تاعه وبانت امكانيات تاعه نفس الطريقة لالعب فيها مع المنتخب التونسي عاود طبقها مع المنتخب المغربي النقطة الوحيدة الايجابية لنا اللي عاونتنا هو ارضية الميدان النادي والمنتخب اللي دافع في ارضية ميدان كارثية يعني يستطيع الدفاع ارضية الميدان لما تكون كارثية يستطيع المنتخب او النادي معين ان يدافع بطريقة جيدة وهذا ما احدث انه لعبنا الا الدفاع لاننا لا نملك مستوى لعب ليس لدينا لاعبين مستوى عالي السبب واضح وضوح الشمس منذ ثلاث سنوات ونصف ونحن ننتهج سياسة واحدة وواحدة بيع وتسويق لاعبين لماسية بيع وتسويق لاعبي لماسية من اجل ماذا؟ من اجل كسب المزيد من الاموال في خزينة بارادو نادي بارادو هذه هي السياسة الواضحة لا يوجد تكوين ولا يوجد المصلحة العامة توجد المصلحة الخاصة وفاقت المصلحة الخاصة وفاقت هي بيع اكبر عدد من لاعبين بارادو وهذي شيء مفروق منه عندنا كثر من ثلاث سنين ونصف نحن نهضروه نفس الكلام تزدش المرة هذي قل لك انا باش نترشح العودة الثانية وندير حملة انتخابية لازمني نسكت الاعداء انتاعي باش نسكت الاعداء انتاعي نسكتها من لاعبين المقتربين واللاعبين البيناسيونو ومبيننا بلي انا انسان محايد وانسان نحب المصلحة العامة ونحب الجزائر ونحب المنتخبات الوطنية تكون في المستوى العالي اذا راح نجيب اللاعبين المقتربين لكن اين هم اللاعبين المقتربين ولا لها شفنا الا ثلاث لاعبين لاعب يدخل في اميان دقائق الاخيرة واللاعب اوفلا اللي كان نقدر نقوله لدرجة اقل ليلعب في نادي فريق كبير باريس سان جرمان لكن لم نرى هذا اللعب أساس أيضا الحسن الوحيد هو الحارس بولهندي الحارس بولهندي صراحة لو لا هو كنا راح ندخله في حيط ندخله في كوارث كبيرة مقابلة تونس ومقابلة المغرب إذن السياسة واضحة قلتها ونعودها تسويق لاعبين طراد الأحسن لاعبين في المقابلة لاعب باللومي اللي كان تغييره واضح وضوح الشمس لماذا لأنه ليس من نادي بارادو ادخراج باللومي وادخال لاعب رقم 11 لاعب لماصية من أجل من أجل أرضاء نادي بارادو وارضاء آزاتشي المدرب ضعيف معروف أنه مدرب ضعيف ما عندوش سيرة ذاتية قوية ادرب في سعيدان يعني ما عندوش كباستي كبيرة نقولوا اللي عندو إمكانيات كبيرة مدرب اللي يحبهم زات شي هذو من المدربين اللي يحبهم زات شي ولي يستطيعوا أنهم ينبولوا رغباته وطالباته بدون كلام المهم الشهرية وخلاص هذو المدرب اللي ما عندوش شخصية قوية لو جاء مدرب عندوش شخصية قوية ولا لاعب النادي لماصية يتم وجربه المنتق بالوطني أصلا لاعب البطولة يوجد ثانين أو ثلاث لاعبين يستهلوا يلعبوا في المنتق بالوطني أما يا أخي نمشي بسياس قانون البهاماس قانون البهاماس أنقذنا وجابنا كاس إفريقيا وأهلنا مرتين كاس العالم وهذه الحقيقة واضحة ويعرفها كل جزائرين لكن المدرب اللي ما يمشيش في الطريق زات شي يتم مطرده مثل ما عملوا مع بوعلام شارف لما جاء نشاف السياسة الزات شي من بعد عرف بلسياسة فشلة ابتعد عن جلب لاعبين بارادو والنتيجة ما هي تضحية برأس بوعلام شارف وإقالته من العارضة الفنية بسبب أنه ما اعتمدش على لاعبين بارادو الشيء الآخر الآن لما نتكلمه نتكلمه تاكتيكيا تاكتيكيا المنتخب المغربي أحسن منا في كل الخطوط دفاعيا وسط ميدان هجوميا يلعب لعب جماعي لاعبين مستوى عالي لاعبين يلعبوا أساسيين في أندية أوروبية معروفة مثل مالاقا مثل إسبانيول بارشالونا مثل ليغانيس مثل سان سيتيان لاعبين عندهم وزنهم في فرق انتوحن لماذا يلعبون في المنتخب المغربي وفي دورة ليست كاس أفريقيا وما فيهاش رضاة فيفا أو ما فيهاش تواريخ فيفا لأن لقجع الرئيس الجامعة الملكية لكورت قدم عنده علاقات قوية مع الأندية الأوروبية هذي استطاع أنه يجلب ثمانية لاعبين من المستوى العالي ثمانية لاعبين من المستوى العالي ويلعبوا في المنتخب المغربي لكن احنا العكس ما عدناش ما عدناش اتحادية ما عدناش ما عدناش نية نية واضحة لجلب أحسن العناصر احنا حابين نديروا إلا حملة انتخابية من أجل إسكاة الأفواه احنا كنقول احنا معنا الاتحادية تعنا شغل انتاح الشغل جلب الأموال من كيف جلب الأموال من خلال بيع أكبر عدد من لاعبين لماصية من خلال تسويقهم في المنتخبات الوطنية سياسة زاد شي واضحة قلتها منذ أكثر من ثلاث سنين ونص كل قائمة للمنتخب الوطني فيها أقل حاجة سبع لاعبين من لماصية سبع لاعبين من لماصية أقل شي إذن هذه أمور واضحة من جانب التكتيكي بسرعة منتخب الجزائري كان ضعيف كان يدافع منذ مقابلة الأولى منذ مقابلة تونس وافتتاح أيضا مقابلة المغرب ما كانش نسوجات كروية ما عدا لقطات فنية من خلال ولد لعب السبق اللي حاول أنه يعمل مراوغات وحاول أنه يدخل ما بين ثلاث لعبين ما عندوش المساعدة ما كانش ذك المساعدة لنشوفوها كما في أي منتخب في العالم أو في إفريقيا الشوط الثاني حاول لتزديدها لأخرجها الحارس المغربي أيضا المنتخب المغربي كان متفوق علينا قلتها ونعودها في كل الخطوط اللاعب رقم عشرة ارتكب مجازر داخل دفاع المنتخب الوطني اللاعب رقم ثمون طاعش فنية بأتم معنى الكلمة لاعب مالاقال إسباني لاعب لوغانيز قلتها لأيران بهدلنا لاعب جماعي منتخب المغربي لاعب جماعي قلتها ونعودها النقطة السلبية للمنتخب المغربي أنه العب في أرضية ميدان سيئة لو العب المنتخب المغربي في أرضية ميدان صالحة للي كرت القدم كنا راح نشوفه كارثة بأتم معنى الكلمة كارثة بأتم معنى الكلمة كنا راح نخسب أكبر نتيجة ثقيلة لكن من ألطاف الله أنه عدنا حارس ممتاز وعدنا أرضية ميدان اللي ساعدتنا لأن الأرضية سيئة هذه أرضية سيئة تكون تساعد المنتخبات وفرق اللي تدافع ما دافعنا ما عندناش طريقة لعب واضحة منتخب بدوني هوية منتخب عشوائي لعب عشوائي منذ المقابلة الأولى نحن ما حبيش تتكلم منذ المقابلة الأولى لأنه مقابلة سيف تتاح ما نقدرش نجيجي حتى لننتظر نشوف المقابلة الثانية باش نعرف منتخب المغربي ضيع فصفاص واحدة وزوج وثلاثة وربعة اللاعب رقم عشرة وتلاعب بينا بهدلنا مرمض لجوار بهدلهم يعني بكل صراحة منتخب أحسن مننا في كل الخطور الهدف أيضا اللي يتحمله وسط الدفاع ما عندناش تائه نفس الهدف اللي يسجله أيضا في تونس ضد تونس سجعنا ضد تونسي نفس الطريقة منتخب ضعيف مدرب هذا الناس اللي تتقت المدرب وتهاجم المدرب شكو اللي يجاب المدرب قلت لك منا زد شي ما يجيب لكش مدرب عنده شخصية وعنده كفاءة لأن المدرب اللي عنده كفاءة طار بيعت الحال عنده شخصية ولم يكن عندك مدرب عنده كفاءة وعنده شخصية ما راحش يجيب لك لاعبين لماصية بالذرع إما السي قال أو إبعاد لاعبين بارادو لكن مدام مع زد شي ذاكي ويعرف وش يدير يعني يجيب لك إلا المدربين بضعاف الباش يقدر يبيع لجوارن تاعه ويسوق اللاعبين تاعه وهذه هي سياسة زد شي إذن الناس اللي تقول وجماعة زد شي وجماعة بارادو صفحات الفاسبوكية والذوباب اللي تقول باللي زد شي جاب كأس الفريق على ما جبهاش في الايدسات وعلى ما جبهاش في الايفان وعلى ما جبهاش في الايفانتية وعلى ما جبهاش في المنتخب المحلي وعلى ما جبهاش في المنتخب الاولمبي اذا سياسة واضحة والامر واضح كالثر خير البهاماس كالثر خير اللي جب قالونا البهاماس وكالثر خير جمال بالماضي واللاعبين المغتربين لما ننسوش فضلهم والمستوان تاحن لحقيقة انا مانيش بدل اللاعب المحلي اللاعب المحلي قلتها وان عودها الحبيبات كل عام ممكن نتشفو لاعب زوج تلاثة ماكسيمون اربعة بالصحباش اربعة او اثلاث لاعبين ما يقدروش يكونونك منتخب هذي حقيقة والربع لاعبين لازم يحترفوا في اوروبا باش المستوان تاحن يطلع هذي حقيقة وامور واضحة اذا كثر خير قانون البهاماس لرجعنا الهيبان تاعنا وكثر خير اللاعبين المقتربي وكثر خير جمال بالماضي اللاعب المقترب بننسوش ايضا جمال بالماضي انه لاعب مقترب ومدرب مقترب اذا خسارة واضحة ومتوقعة اه منتخب المغربي هدف منتخب اه تسويق بارادو سفر هذي النتيجة نتلقاه في ساعة الخير ان شاء الله متقنا مع مزمين الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته